قلمة بسيطة نصيحة لكم أنتم غير الكوريين ترجم ساعة أنت والآن هنا هؤلاء صنعوا لكم معروفا الكوريين لابد أن تكافئوهم ماذا تصنع نحن تجاه الكوريين كما هم يؤدوا لك حقوق أنت لابد أن تكافئوهم ترجع لهم شيء من هذا الجميل الآن أنت يعلموك وهذا يعمل مع الكوريين وهذا مثلا كيف هي كوريا في العام نجتمع لابد نتعاون معهم نشتبع نشتمع كما اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لا تقول أنا عربي هذا غير عربي لا إن أكرمكم عند الله أتقاكم يريد هذا مذنبا يصلي تعال أنا أساعدك أصلي معك أنا أصلي بصوت مرتفع وأنت تصلي معي تتابعني تقول له تعال أقرأ أنا وأنت الفاتحة مثلا لماذا نحن نتعاون هذا الآن طالب يتعاون مع الكوريين في العلم ولكن لا يتعاون مع الكوريين في الدعوة إلى الله في تعليم الشريع لماذا كما أنني أصلي وأصلي مع كوريا في علم ولكن لماذا لا تتعاون مع كوريا في تعليم الشريع أنت الآن هنا في كوريا داعية إلى الله بعمله أهل كوريا الآن مسلمين أو كفار ينظر إلى هذا ماذا يصنع هل يكذب هل يشرب الخام هل ينظر إلى النساء أو لا نعم كوريان ترى أنك كم مسلم ماذا تفعل فلابد أن نكون نحن الآن هنا سوفراء للإسلام أنت تمثل الآن الدعوة للإسلام هنا نحن 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 نكون الدعوة للإسلام الآن عندنا دعوة متطورة الحمد لله هذه التلفونات الآن مثلا لماذا لا نستغلها في الدعوة إلى الله والله أعلم